اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا لكلكم في أحسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله بيش نحضروا مبعثنا وصفة بنينة برشا نحبوها كبار وصغار وطلبتوها مني بكثرة وصفتنا لليوم هي البيتيفور اليوم بيش نحضروا البيتيفور كما ليتبيع في المحلات الوصفة هذية احترافية وفي نفس الوقت وصفة اقتصادية بيش نحضروا البيتيفور متاعنا بالمارغيرين يجيب بنين برشا يذوب في الفم هذية هو الشكل متاعه كيفش يكون يكون هشوش وقد ما قلكم بنين منا جمش نصف لكم إن شاء الله تجربوا الوصفة ذية وتتمتعوا بيها ممكن زيدة اتبيعوا البيتيفورة ذية رو أبن حتى ملي تبيع في المحلات الوصفة سهلة ما هيش صعيبة لكن فيها أسرار بيش تنجح معاكم حاولوا تابعوا الفيديو وملوه حتى للاخر بيش ما تضيعوا حتى نصيحة إذا كان عندكم أي مليحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين بايينيل وممكن تتابعوني على صفحتي في الانستجرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إينيل وتوا نتعديو بيش نشوفوا مبعضنا مكونات الوصفة متاعنا وطريقة التحضير وتوا بيش نبديو بسم الله لهنا بيش نخدموا الوصفة متاعنا وفي نفس الوقت بيش نقلكم على المكونات عندي لهنا 250 جرام من المارغيرين لازم تستعملوا مارغيرين نوعية جيدة إذا كانتما في تونس اخدموا بالجولدينة وإلا الجديدة بالنسبة للناس اللي تبعوا فيها موجودين في إيطاليا إن هنخدم ديمة بالنوعية هذية تلقاوها موجودة في أوروسبين السعر متاحا مش غالي وتعطيكم نتيجة بيها في الحلوية متاعكم ممكن تستعملوها في السبلي في الجوزة في برشة وصفيت المارغيرين لازم تكون بحرارة الغرفة بالشكل هذية ما تكونش جامدة مثل لجة وما تكونش ذايبة لازم تخرجوها قبل بوقت خليوها في المطبخ تكون بالشكل هذية عنا 250 جرام من المارغيرين بش نستعملوا معاهم 120 جرام بالسكر المحور اللي هو سيكخا جلاس وتوا في الصندوق الوصف نخلي لكم المقادير متاع كيلو جرام والمقادير متاع كل 100 جرام عشنوا تستعملوا عليها المكونات الاثنين ذو متوى المارغيرين والسكر بش نحطهم في الصحفة متاع الركاظ ونبدأوا نخلطوهم بعضهم في مرحلة أولى لهنة وقبل ما نخدم البتور بش نحاول نهز الصحفة متاعي شوية بش هيكك الفويت وصلنا للقاعم متاع الصحفة مع النش كمية كبيرة على هذيك هذيت الصحفة شوية تنجموا ستا تخدموا بالركاظ اليدا ويعطيكم نفس النتيجة في مرحلة أولى بش نركضوا على سرعة متوسطة تقريبا مدة تقيقة حتى لين المكونات الاثنين يتجنسوا مع بعضهم يوليوا عننا تقريبا بالشكل هذه المهم في المرحلة هذه لازم المكونات الاثنين يتخلطوا مليح والسرعة تكون متوسطة كما شفتوا لهنة قاعدت شد الصحفة بيدي على خاطر ما يشركها في بلاستها إذا كان خدمتوا كمية كبيرة من غير ما تطلعوا الصحفة متاعكم تخليوها محتوطة في بلاستها تتحصلوا على نتيجة بيه هذو ما هما المكونات الاثنين اتخلطوا مليح نتحصلوا عليهم بشكل هذية توا بسباتول بش نهبطك الجوانب متاع الخليط متاعنا هذية هو القوامة متاعه كيفاش يكون تقريبا مدة دقيقة تحصلت عليه بشكل هذية تول هنا بش نبدايو الخدمة الصحيحة توا بش نعاود نرجع الخليط متاعي يتركض على سرعة مرتفعة والعملية هذية بش تدوم مدة عشرة دقايق لازم الخليط متاعنا من بعد يولي خفيفة على الاخر توا تشوفوا كيفاش تولي عنا كريمة بيذة وخفيفة برشة العملية هذية مهمة جدا ركزوا فيها مليح مليح توا بش نقوي في السرعة بش نحطها تقريبا في رقم 6 ونقعد شدة الصحفة دي ما بيدي على خطر ما هيش ركحة وكل مرة نوقف البتور نهبطك الجوانب متاع الخليط ونكمل نركض بنفس الطريقة كيما قلت لكم العملية تدوم عشرة دقايق تعطيوها حقها في عملية الركضان لازمها تولي عندكم كريمة خفيفة توا تشوفوا من بعض القوام متاعها كيفاش هذية هو تول خليط متاعنا كمل نركضناه على سرعة مرتفعة مدة عشرة دقايق اتحصلنا عليه بالقوام هذا تولي عندكم كريمة خفيفة لونها أبيض ناصع عبارة حذرتو كريمة الزبدة نعاود ونأكد المارجيرين كيما قلت لكم لازمها نوعية جيدة وتكون بحرارة المطبخ بش تنجحوا في العملية هذية وإذا كان نجحتوا في تحضير الكريمة بالشكل هذية أراكم نجحتوا بنسبة 50% في الوصفة تو بش نضيف وزوز بيضات لكن على مراحل بش نحطوا البيضة الأولى البيض يكون من الحجم الكبير مهوش صغير ومهوش متوسط على خطر الحجم متاع البيض يفرق ونرجع الخليط متاعنا يتركض على سرعة مرتفعة حتى لي نتدخل فيها كل بيضة وتعاود ترجع الكريمة متاعنا تعقاد مرة أخرى حتيت لهناتا والخليط يتخلط للمرة الثانية نحطوا سرعة مرتفعة وقت اللي تتخلطها كل بيضة الأولى مليح نكمل ونضيفوا البيضة الثانية أقعت لهنات ديما هزة الصحفة شوية الفوق على خطر الخليطة شوية الفوية متوصلش للقاع وكيما قلت لكم في الأول تنجم وتاخد مبرك كاظ اليدوي تتحصل على نفس النتيجة مفهمة حتى فرق كيما شفتوا لهناتا والخليط متاعنا تخلط الكريمة متاعنا عودت عقادة بش نكملوا توا بالبيضة الثانية ثبتوا لهناتا كي حتيت الصحفة في بلاستها الفوية راي متوصلش للقاع أو كابش نعاود نهزها شوية ونكمل نخلط بنفس الطريقة حتى لي نتعاود الكريمة متاعنا تعقاد مرة أخرى هذه هي هو توا الخليط متاعنا بعد ما دخلنا في كمية البيض توا لهناي بش ننظيف شوية من روح الفانيليا نجموا تستعملوا أي نوعية متوفرة عندكم سواء الفودر وإلا السيلة بالشكل هذية ونرجع الخليط متاعنا يتخلط على سرعة مرتفعة بش المكونة الكل يجين سومليح هذية هو توا الخليط متاعنا حذر نتحصلوا عليه بالقوام هذية تكون عنا كريمة خفيفة برشة لونها أبيض ناصح توا بش نضيفوا آخر مكون اللي هو الفارينة بش نستعملوا 400 جرام لازمها تكون فارينة نوعية جيدة وتكون مغربلة لكن بش نضيفوها على مراحل وثبتوا في العملية هذية على خاطر مهمة جدا في نجاح الوصفة كيفاش نخلطوا الفارينة استعملت لهناي سباتول نخلطوا بش شوية بش شوية المقطع هذية خلطوا يمشي عادي بش تشوفوا سرعة التخليط ما نزربوش وما ننزلوش لازم تخلطوا بش شوية بش شوية بكل خفة الخليط متاعكم لازم يقعد خفيف حاولوا ما تنزلوش في العملية هذية وقت اللي تتخلط كمية الفارينة اللي حطيتوها اضيفوا كمية أخرى حتى لين تخلطوا الكمية كاملة ما تستعملوش الباتور في العملية هذية ما تستعملوش الفواء وإلا الركاض الكهربائي فقط لهناي بسباتول تخلطوا بش شوية بش شوية العملية هذية مهمة جدا بش يجيكم البتش فورمتاعكم مهشوش وخفيف لازم تدخلوا الفارينة بش شوية بش شوية بش شوية بش الخليط متاعنا يقعد خفيف حاولوا ما تنزلوش إذا كانت خلطوا بالزربة ولا تنزلوا ولا تستعملوا الباتور أراو البتش فورمتاعكم يجيكم ملبد وما يجيش ناجح توا العملية واضحة بش نكمل بنفس الطريقة حتى لين ندخل كمية الفارينة الكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على خاطر من أهم أسباب نجاح البتش فور كيفية تخليط الفارينة ترجمة نانسي قنقر هذا هو الخليط متاعنا حضر نتحصل عليه بالقوام هذية يكون خفيف دوب الليش ما تدخلو فيه الفارينة توقفو على عملية التخليط بش ينجح معاكم البتش فور ماتخلطوش برشة توا بش نتعداو العملية التشكيل لهناتاو بش نبداو في عملية التشكيل بالنسبة لي انا ما عنديش لقمع الخاص بالبتش فور عودتوا بالقمع متاع البش كوتو الدياري يعطينا نتيجة بيه وخدمت بالبوش جتابل تجمو تستعملو بوش به اذا كان عندكم وتستعملو قمع الخاص بالبتش فور هذية هو الشكل متاع قمع البتش فور الاصلي كيفاش يكون اذا كان تحبو تشريوه وبش نشكلو اول شكل اللي يكون على شكل وردة هذية اسهل شكل واحلى شكل بالنسبة لي انا احلى شكل يعجبني وتوا نشارك معاكم من بعد اشكال اخرين كيفاش تخدموهم دوا بش نقرر بلكم بش تشوفوا العملية بوضوح كيفاش تكون ايديكم دي ما تكون مستوية قد قد وتعصروا العجينة متاعكم على حسب الحجم متاع الكعبة كيفاش تحبوه كبير ولا صغير الكمية اللي تهبطوها هذيك هي اللي تعطيكم الحجم متاع الكعبة وتحاولوا تستويلها راسها من فوق سهل العملية والصورة شرحة نفسها دوا هذية البلاتو لولاني بش نشكلو الكلو بنفس الشكل بش نخدموه الكلو على شكل الوردة ومن بعد دوا نشارك معاكم اشكال اخرين هذية هوا توا البلاتو لول كملنا شكلناه بش ندخلو نطايبوه الفرن متاعنا نصخنوه قبل بوقت نار تشعل من اللوتة فقط تعلمتين درجة وقت تدخلو البلاتو متاعكم تحطوه في الوسط النار من فوق متشعلوهاش على خاطر تفسدلكم الشكل متاع البتيفور وتنقصو شوية في النار دوبا ما تدخلو البلاتو على ميون ثمانين درجة تخليو الكعبة متاعكم يطيبو كيف تشوفوهم اخذيوة كلون الذهبي من اللوتة تشعلو عليهم من فوق يكملوا طياب عينكم ميزانكم على حسب نوعية الفرن ماذا بيكم تخليوهم بيض باش يجيوا مزيانين لها نتو باش نشارك معاكم زوز اشكال اخرين الشكل الثاني هو اللي يكون طولي طريقة التشكيل متاعو سهلة فقط تحاولو تاخذ ملكعبة الكل قد قد تنجمو زيدا تشكلوهم الكل من بعض بالسكينة اذا كان لقيتو كعبة طويلة تنقصو فيها شوية مش من بعض كيف تلسقو البتيفور يجيوكم مزيانين هذه لهنية الشكل الثالث يكون يشبه للحلزونة نشكلو كيمة الوردة فقط لهنية تميلو ديكم شوية بالشكل هذه وتحاولو تستويوها شوية من القدام كاملت لهنية تاو شكلت البلاتو الثاني اخدمنا شكل طولي وشكل حلزوني انتو ما من بعض يقاضلكم الاختيار تشكلو كيمة تحبو تاو باش ندخلو نطيبوه بنفس الطريقة ونرجعو باش نكملو بقية المراحل هذو مالك عيبات الولانين طابو حذرو وخلينيهم بردو مليح كيمة شفتو اللون متاحهم يكون من لوتا ذهبي ومن الفوق يحافظو عليك اللون لبيض المزيان بالنسبة لعملية التلسيق الهنية باش نستعمل الناباج هذي اللي يخدمو بيه في المحلات الطريقة الاحترافية والاقتصادية اتنجمو زيدا تخدمو بالمربة متاع المشميش وإلا الطيبو حتى عسل وحدكم تلسقو بيه يقعدلكم الاختيار هذي الشكل متاعلك عيبات متاعنا كيفاش بش يكون وباش نكمل بنفس الطريقة كل كعيبة نحط فيها شوية من الناباج ونلسقها مع اختها نفس الشاي زيدا لك عيبات الاخرين اللي يخدمناهم باش نخرجوهم من الفور نخليهم يبردوا ونلسقوهم بنفس الطريقة اللي شفتوها توا نكمل العملية هذي ونرجع لكم باش نشوفوا شنو باش نعملوا من بعض هذو ما هومة توا لك عيبات متاعنا كملنا لسقناهم نتحصل عليهم بشكل هذي في اخر مرحلة باش نزينوهم بكمية من شوكولاتا خضيت 100 جرام من البتا جلاس ضفت عليها ملعقة متاع اكل من الزيت النباتي وذوبتهم في الميكرووند ماذا بيكم كل عشرين ثانية تحلوا البيب تحركوا شوكولاتا متاعكم وتعاودوا ترجعوا تسخنوها باش ما تتحركش وتنجموا زيدا تعملوا العملية هذية في حمام مي هذي الشكل الحلزوني انغطسوه بالشكل هذية وتحاولوا تستقطروا لكعيبة متاعكم مليح وتحطوها على جنب سهلة العملية ما فيها شيء وتنجموا زيدا بعد ما تغطسوها في الشوكولاتا تغطسوها في النواد كوكو هذية تو الشكل الثاني باش نغطسوه في الشوكولاتا لكن مش جهتين تستقطروا الكعبة متاعكم وتدوروها تغطسوها مش جهة ثانية وتنجموا زيدا تغطسوها في النواد كوكو من بعض الكل هم تو باش نخدمهم بنفس الطريقة ونرجعوا من بعض باش نوريهم الكب كملنا زينا لكعيبة متاعنا كمية الشوكولاتا اللي قعدتلي حتيتها في البوشاذية وباش نكملوا بها عملية الزينة باش نعملوا خطوط بالطول وباش نرجعوا خطوط بالعرض لتحصلوا عليهم شكل مزيين كيما البيتفور اللي بيعوا فيه في المحلات هذو ما هم تو كعيبات البيتفور بتاعنا في الشكل النهائي يجيوا ما شاء الله نودكم ومنشحيكم شكلهم مزيين أهشوشين يذوبوا ذوبين في الفم كيما شفتوا الطريقة سهلة المكونة تبسيطة إذا كان باش تجربوا الوصفة هذية أول مرة حاولوا أعملوا كمية قليلة يكفي أنكم تجربوا ب250 جرام المارغيرين دعوا نخلي لكم المكونات الكل والمقادير مكتوبين في صندوق الوصف إذا كان فما حاجة مفهمتوهيش ولا صعبة عليكم ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينايل لهنا بش نقسم لكم كعيبة بش تشوفوا الشكل متاع البيتفور متاعنا كيفيش يكون ملدخل إن شاء الله هالفيديو هذا يفيدكم وقدم لكم لإضافة نتقابلوا إن شاء الله في وصفات أخرين وفي فيديوات أخرين وآخر حاجة أنقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كافية له ولا مؤوي إن شاء الله ربي دمع لنا وعليكم النعمة وانقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة